في الوقت الذي تحاول فيه الطالبة فاطمة سقل مهاراتها في تقديم البحوث العلمية تجد أيضا في هذه الفاعلية فرصة لعرض بحثها الذي يبين العلاقة بين تراجع مستوى الطالب وبين المقررات والمناهج الدراسية ووضع حلول أمام المعوقات والصعوبات التي تواجه الطالب الجامعي طبعا يتكلم موضوع بحثي عن تكييف الطلاب مع المقررات الدراسية وعلاقتها بالتدنى التحصيل الدراسي لدى طلاب مجمع كليات جامعة حضراموت اخترنا موضوع البحث هذا لأن الطالب في التعليم الجامعي يتواجه نوعية مختلفة من التعليم تختلف عن سابقتها من مراحل التعليم العام فيواجه بعض الصعوبات والتحديات التي تنقص من مستوى تحصيل الدراسي لديه المؤتمر العلمي الثامن لطلاب جامعة حضراموت يشارك فيه نحو ثلاثمائة طالب وطالبة يمثلون عشر كليات مختلفة فكل طالب يعرض بحثه العلمي أمام لجنة التحكيم حيث شملت محور رئيسية في مجال العلوم الطبيعية والتطبيقية والعلوم الإنسانية والاجتماعية فيه كثير طالبات من كلية الأداب فيه كثير طالبات من كلية البنات كانت أبحاثهم جد طيبة وممكن أن نحن كذلك نستفيد منها في التنمية المجتمعية وإن شاء الله تلاقي صوت من خلالنا بأنه نحن نتلقى في أبحاث الطالبات بحيث تبقى جزء لا يتجزى في تنمية وخدمة المجتمع على مدى أربعة أيام استمر المؤتمر العلمي الذي عقد تحت شعار طلاب الجامعة في خدمة التنمية فالمؤتمر جاء ضمن فعاليات أسبوع الطالب الجامعي الثاني عشر الذي يقدم برامج متنوعة بالإنشطة الطلابية تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الثلاثين لتأسيس الجامعة تأتي هذه الفعاليات أكان أسبوع الجودة الثالث الذي مضى أو المؤتمر الثامن لأبحاث طلاب جامعة حضر موت والفعالية اللاحقة مؤتمر أسبوع الطالب الجامعي وأيضا أسبوع البحث العلمي ومثلما أسبوع خدمة المجتمع تأتي هذه جميعا في إطار احتفالات جاعة حضر موت بالذكرى الثلاثين لتأسيسها هذه الذكرى التي تحل علينا هذا العام بعد مضي ثلاثين عام تهدف هذه الأنشطة إلى إكساب الطلاب المعارفة والمهارات في القاعة الدراسية وخلق الشخصية المتكاملة للخريجين فجامعة حضر موت تحرص على رفع جودة التعليم على مستوى الجامعات اليمنية زكريا محمد لأسبوع البلد ترجمة نانسي قنقر